تراجع الحكومة البرازيلية عن الزيادات في أسعار النقل من أجل تهدئة الخواطر لم تكن كافية لوضع حد للحركة الاحتجاجية التي تنتشر كالنار في الهاشيم عبر كامل أرجاء البرازيل ليلتهب الوضع مجددا يوم الخميس. الحركة استقطبت مختلف الشرائح الاجتماعية. أنا هنا لأنني يوميا تنقل بوسطة وسائل النقل العام لذا أنا أعرف ما الذي يعني دفع المال دون الحصول على خدمة نوعية وما الذي يعنيها التنقل في الشوارع دون الشعور بالأمن. هذه كانت فقط القطر التي أفضت الكأس ودفعتنا إلى الخروج والاحتجاج. ماذا عن بلدنا وماذا عن شعبنا وعن قطاع التربية وعن الصحة إلى أين ستأول الأمور لقد تعبنا كفانا معاناة كفا؟ العديد من أصدقاء اعتقلوا ووجهت لهم اتهامات غير منصفة بل كانت اتهامات سياسية لقد أوقفوا ناسا ذنبهم أنهم التقطوا صورا للاحتجاجات. أكثر من خمسمائة ألف شخص تظهر والخميس في البرازيل. ريتا فريرا مبعوثة يورونيوز إلى البرازيل تعلق قائلتا إنهم أطباء ومهندسون وشباب كلهم يعارضون تدابير حكومة ديلما روسيف. أحد هذه التدابير هو الإنفاق البادخ من أجل تنظيم كأس العالم العام المقبل. ترجمة نانسي قنقر